محمد ازايك مناورنا في المحترف المصري دايما بتسعدنا وبتنورنا انا عارف انت محضر حاجات كتير قدامنا بس 8 دقائق 9 دقائق ان شاء الله تكون مفيدة للمشاهد محضر لنا ايه النهاردة خاص بالنادي الالي ورحلته في الدور المصر هو سريعا يعني لو هنتكلم رقميا مقرنة باخر مبارتين للأهلي بالمبارتين اللي قبلوه ما كابتن هالي كل اللي ناقص بس هو عنصر التهديف لو بصنا على المبارتين قبل المبارتين اللي خلييني يعني نتكلم على مبارات اسماعيلي وفيوتشر هو هدف واحد ولكن من ناحية الفنية بقى من ناحية الكروسات العرضيات الاستحواز الركنيات كل ما يتعلق بالامور الفنية في الملعب لا ارقام عالية جدا بتثبت ان الاهلي كان يعني متفوق فنية على الفرق طبيعي صحيح متفوق فنية من ناحية الهجومية من ناحية الدفاعية حتى من ناحية التحولات من الحال الدفاعية للحالة الهجومية والعكس اما المبارتين اللي قبلوهم طبعا نتكلم عن مبارات الحرس او مبارات البنك كان فيه ست اهداف كل مباراة خلصت ثلاثة سفر لصالح الاهلي فبنتكلم هو العنصر التهديف هو فقط المقارات في الاربع متشاط الاخرانية لو هنبص سريعا على الارقام في اخر مبارتين عشان نقف بس يعني نوري الناس او نثبت ان فعلا الاهلي كان متفوق في كل الامور الفنية في ارض الملعب على سواء كان على الاسماعيل او كان على فيوتر وحنستعرض سريعا مع بعض كابتن هاني الناحية الفنية كانت عاملة ازاي بالارقام تماما اتعكست ازاي الرقاميا يعني خلينا نبدأ بحصائي اللي انت بتقوله مهم جدا ودايما الارقام بتدي انتباع لكن يبقى الرقم الهدف والتسجيل هو الهدف هو الرقم الاهم دي احصائية مبارات الاهلي والاسماعيل صحيح يعني مبارات الاهلي والاسماعيل هنوفر على اول حاجة نتكلم بقى ناحية الهجومية الركنيات تمانية للاهلي مقابر ركنية واحدة للاسماعيل حتى التزديدات كابتن هاني كان فيه 16 تزديدة من الاهلي خمسة منهم انتارجت على المرمى يعني نسبة 31% ناحية الاخرى الاسماعيل هو اربع تزديدات فقط واحدة منهم على المرمى لو نتكلم على التزديدات تعالى نصنفها منين من جوه البوكس من جوه منطقة الجزاء ولا من خارج منطقة الجزاء لا حلال الاهلي كان جوه منطقة الجزاء بشكل كبير في 9 تزديدات على النادي الاهلي 9 تزديدات من داخل 18 وده خلي بالك رقم كويس ولكن الوحش فيه انك مسجلتش مسجلتش بالظبط يعني والرقم التاني بتتكلم نادي الاسماعيلي 3 تزديدات فقط ونكلم على حتى من خارج منطقة الجزاء في 7 تزديدات للنادي الاهلي من خارج منطقة الجزاء شفناهم كانوا بمثلوا أيضا خطورة مقابل 2 الاهداف المتوقع طبعا من قوالة التزديدات والاستحواز والهجمة نفسها والتزديد نفسها وضع الزاوية بتاعتها بتورينا ان الاهلي كان مفروض يوصل لأربع اهداف مزبوط مقابل طبعا الاسماعيلي حتى كان لا يلحق ممكن نقول هدف من الفرص من نسبة للفرص الاستحواز الفرص طبعا كمان 15 فرصة يعني هو هابنتكلم نربط بقى الفرص بالاهداف المتوقعة بالتزديدات سواء من خارج الـ 18 أو من داخل الـ 18 بالاستحواز بكل ده كل أرقام إيجابية أرقام إيجابية بتعكس فعلا الأهلي كان متفوق من ناحية الهجومية حتى لو بصنا ناحية الدفاعية من ناحية الاستخلاص واللي تكلمنا في الحلقات اللي فاتت ستيل أهلي أنا متفق معاك ولكن يبقى زي ما بقولك أرقام مهمة ولكن يبقى الرقم الأكثر تأثيرا وهو الهدف يعني ده بقيت الأرقام حتى من ناحية التمريرات القصيرة الطويلة للعرضيات العرضيات طبعا لو نقف عليها 17 عرضية للنادي الأهلي كروسات تلعبت رقم كبير جدا ولو هنتكلم طبعا فنيا في الحالات اللي برضو هنمر عليها هنقول ليه ليه الأهلي ما يدرش أنه يحرز من العدد الكبير جدا للعرضيات معرفش يحرز الأهداف في عندنا مشاكل فنية محتاجين نشتغل عليها حتى من ناحية تعادة الكرة الاستخلاص زي ما كنا بقول لحضرتك من ناحية الدفعية كانت قوية جدا 95 مرة استخلصنا الكرة بشكل قوي وحتى خسرنا الكرة مش كتير يعني شبه الإسماعيل مقارب من الإسماعيلي خسارة الكرة كانت بنسبة 36 مرة حتى تصديات الحارس المرمى كابتاني في خمس تصديات يعني هو خمس تصديات يعني كان فيه فرص كتيرة فيه فرص كتيرة 15 فرصة أرقام دي خلي بال يعني خلي بالك والسادة المشهدين ممكن ما يكونونش يعرفوا ده هو المدير الفني لما بيبص على إحصائية دي طبعا أهم حاجة هو الهدف يعني دايما لما بنتكلم كل ده حطه على جنب كده لازم على أقل عندك الفرص دي وعندك الأمكانية أنك بتوصل وبتعمل أكتر من 15 كروز وعندك عشر تزديدات من داخل 18 أو أكتر وعندك فرص كتيرة جداً فبيجي السؤال اللي دايما بيسأله طب ليه دايما يترجمش الهدف وهو دوت يعني زي ما بقولك الرقم الرقم الأهم هو الأهداف إن شاء الله النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله قادر الفترة اللي جاية أنه على التهديف بإذن الله بداية من المباراة بكرة صحيح يعني هو كان ناص الهدف لو مرنا سريعا على مباراة فيوتشر المباراة اللي قبلها عشان نقف بس على رقمين نفس الكلام الركنيات 15 ولو بصنا تحت بسرعة كابتن هاني على الفرص 23 فرصة يعني أنا حنختار بس بعض الأرقام كده سريعاً التزديدات خلاص 28 تزديدة قلنا 17 منهم من داخل منطقة الجزاء ده رقم كبير كبير تتكلم على 17 تزديدة من داخل منطقة 18 ده رقم كبير جداً في أماكن مميزة يعني تقدر تحقق منها أهداف صحيح 23 فرصة كوالة الفرصة كان عالي جداً لدرجة أن الأرقام بتقول لك الأهداف المتوقع كان الأهلي كان ممكن يحرص خمس أهداف مغراً انتهت صفر صفر يعني الأرقام خادعة ممكن ولكن هي بتوذيك قد إيه الأهلي كان متفوق في كل النواحي الفنية سواء الهجومية أو الدفاعية يعني سريعاً لو نخش سريعاً على الشكل التمريرات والشكل حتى الدفاع من مراوغات العرضيات عازف برضو هنا عند العرضيات 31 عرضية للأهلي 8 منهم صحيحة بالنسبة 26% نفس الكلام لو بصلنا في ماتش الإسماعيلي عندك عرضيات كرصات كتيرة جداً ركنيات كتيرة جداً ده بقى اللي بقول لك عليه المدير الفني بقى بيشتغل على الجزئية دي طب العرضيات دي ما جاتش جوال ليه أول حاجة العرضيات لازم تكون يعني ممكن تكون لازم توصل للاعب المستلم سواء كان مهاجم أو ويترجم دوت الهدف إذا كان بقى برجلية أو بدماغه أياً كان فالعرضيات مهمة انها توصل في مكان مناسب في تقويت مناسب وتستغل عن طريق المهاجم أو أياً كان القادمون من الخلف زي ما بيقولوا صحيح يعني هو دوت كل الأرقام دي تفقاخ المباراتين بتوريينها وكان ناقص هي عملية عملية أو إحراز الأهداف ولكن كابتن هاني حتة أو حاجة مهمة جداً حضرتك قلتها دي بالا وحبينا نبص عليها في الملعب طبعاً مازال طبعاً مستر كولر بيشتغل عن نحية البدنية بشكل كبير جداً حضراتكم قلتم من الضغط العالي احنا دايماً وعرضنا للحلقات السابقة والنهاردة هنعرض برضو من آخر مباريتين إزاي الأهل بيضغط الضغط المزدوج بتنين لعيبة في كل مكان الضغط العالي قوي جداً ده بيأكس طبعاً الحالة البدنية عند اللاعبين يعني شكل قوي جداً نتكلم كان نقصنا في العرضيات والكرسات أو ركنيات كتيرة جداً اللي احنا شفناها هو عملية إحراز الهدف وكان أسبابها من ناحية الفنية طبعاً عدم تواجد يعني الزيادة الهجومية لنا في منطقة الجزاء ما كانتش كتيرة في بعض الأوقات كنا نلاقي كهرباء لوحده أو شريف لوحده حتى تولى ما كان بيزيد برضو قصير ما كانش للتحمات الهوائية بتساعده بشكل كبير جداً نترجم كل الكرسات أو كل ركنيات دي الأهداف ممكن نبص سريعاً سريعاً لو يعني فيه وقت نحن نبص على مباراة غداً مباراة الاتحاد صحيح مهم جداً مهم جداً قبل ما نخش على الحالات الفنية الاتحاد طبعاً فريق قوي يعني عايزين نتكلم عنده بعض الحاجات الرقمية مهمة جداً لحن نقارن دي مقارنة سريعة ما بين الأهلي والاتحاد هذا الموسم من ناحية النقاط طبعاً 72 نقطة المركز الأول للصدارة للاتحاد 42 نقطة السابع عدد مباراة أقل إذا ما احنا عارفين عندنا ست مباراة ما زالت 28 وأمام 31 الفوز للأهلي 22 ولا خسارة وستة عدلات أما الفوز للاتحاد في 12 فوز فقط 13 خسارة وستة عدلات يعني هو طبعاً من أضعف الفرق على مستوى الدفاع حتى استقبل 37 هدف داخل مرمى وأحرص 35 هدف أما الأهلي أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع أقوى خط هجوم طبعاً 52 هدف واستقبل 7 أهداف نحي نفس الكلام نحي نتكلم على الشباك النظيفة الكلين شيتس الأهلي طبعاً بيمتاز أقوى خط دفاع 21 مرة شباك نظيفة مقابل 11 حتى على مستوى الصناعة 32 للأهلي 20 الاتحاد أنا عايز أقف هنا بقى على الصناعة والتمرارات المفتاحية أو صناعة الفرصة عند الاتحاد علشان مبارات بكرة من هنا بناخد من الأرقام لا الاتحاد على فكرة بيوصل عنده بلاس كتير عنده حاجات حاجات ممكن يستغلها بشكل لو عدم تركيز لقدر الله من هنا ممكن يستغل يعني فيه رقم قدامي التزديدات النجحة لإحراز هدف عنده أكتر من نادي الأهلي مضبوط يعني هو عنده دلوقتي لو بنرجع على التزديدات دي تتكلم من كل عشر تزديدات ممكن يحرز هدف يعني هو محتاج ليه؟ لأنه بيصنع فرص كتيرة جدا والتمرارات المفتاحية اللي بتود لعيبته على المرمى خطيرة جدا وكتيرة جدا حتى بالمقاربة بالنادي الأهلي هو ناصه برضو هو صناعة الأهداف ولكن أنا نتكلم يعني 37 هدف لو نرجع كده بسرعة نتكلم هم أحرزوا 32 و 37 هدف لهذا الموسم دي كابتن التزديدات النجاحة لأحراز هدف أنا نتكلم الأهلي كل طبعا تلاتة بيحرز هدف النجاحة مقارب قد يفوق على أهلي دي من الأرقام اللي بيأخذها مثلا الموديل الفني يقولك هذا الفريق ممكن جدا ما يكونش عنده مثلا عرضيات كتير ولكن الانتاج بتاعه في التزديدات وبالتالي ممكن يبقى فيه يركزوا شوية جماعة لا يبقى فيه بلوكات كويسة أو يبقى فيه عملية الضغط على الخصم من حولين التمنتاشر لأنهم عندهم قدر على التزديد من خارج التمنتاشر بشكل كويس وده اللي بيقول عليه هنا المفتاح اللعب عندهم اللي هو هدف الدوري المصري حاليا بستاشر هدف مبلولو مبلولو يعني ستاشر هدفة كابتن هاني لعب مميز جدا مهاجم فيه أدف كثيرة من تزديدات خارج التمنتاشر من خارج التمنتاشر أنا جايب أرقام مبلولو حتى عشان معادل التهديف عنده بالدقايق يعني أنا عايز أقول أنه هو لعب تلاتين مباراة جاب ستاشر هدف ستاشر هدف احنا تأكدنا في الدوري المصري المعادل التهديف عنده يعني كل 119 دي بيجيب هدف يعني صناعة الهدف عنده حتى على مستوى الصناعة بيصنع هدفين هو التمريات المفتاح 17 يعني هو بيسام حتى أنه هو يوصل زماله للمرمى ده مرضو رقم لبأس بيه تبير كده صناعة الفرص حتى 19 يعني خسارة الفرص المحققة أنه حتى 20 مرمى خمسة خمس فرص محققة هو ضيعهم أمام المرمى معادل التحويل بيحرز أهداف يعني نسبة 24% كل الفرص اللي بيجيله بيحرز منها أهداف هلف يعني نسبة كويسة جدا لا بأسة بها طبعا أهداف من داخل منطقة الجزاء من جوة منطقة الجزاء جاب 14 هدف همتكلم في 16 هدف دلوقتي في 51 فرصة كانت أو هجمة جاب منهم 14 يعني هو سجل 16 هدف منهم 14 هدف من جوة 18 مظبوط و 2 من خارج منطقة الجزاء وبالهدن أو باللعب الرأس سجل 4 هدف من 16 بلعب برأسه بلعب بقى برجله اليمنى واليسر ده برضو بقى دي ميزة كمان يعني كمان المدافعين بيطاعنا يخلي بالهم لأن ساعات بيبقى اللعب الأشور بيبقى فيه بوزيشن بيقف بشكل معين لكن الراجل كمان بيلعب برجلي اليمين والشمال بشكل كويس مظبوط حتى ده يعني تزديدات على المرمى تزديدات النجاح عادة تزديد لإحراز أهداف زي ما بنقول يعني بيحتاج أربع تزديدات عشان يحرز منهم هدف بكل أربع تزديدات بيحرز منهم هدف ده عموما لو حتى تزديدها نجاحة بيحتاج منهم اتنين إن هو يحرز منهم هدف ده نسبة عالية جدا ونسبة الأرقام حتى الأهداف المتوقعة بالنسبة لمبلوله فيه كلام منهم ممكن ما يشاركش بكرة ولكن حتى لو ما شاركش بكرة نحن نتكلم على نسبة التهديف عند الاتحاد نتكلم في 32-33 هدف اللي عرضناها من شوية 16 هدف منهم يعني تقريبا 55-50% من عدد الأهداف المجملة للاتحاد أحرزهم فقط هذا اللعب ما بلوله يعني فالده اللعب يلعب 4-2-3-1 بالاعتماد عليه دايما اللعبة كلها بتخدم عليه بتبصيله كرة طريقة لعبهم معروفة طبعا بيلعب بالتكاتلات الدفاعية ولكن هما من ناحية دفاعية ضعيفة يعني محتاجين طبعا عشان نترجم كل الفرص اللي احنا عرضناها والكروسات والاستحواز لأهداف والله باز الحقيقة إحسائيات جميلة جدا وتحليل أكتر من رائع لمباراة المبارح وكمان انت بتأكد النادي الآلي كمان خلال الفترة الفاتح كان فيه تفوق على النواحي الجميلة لكن في بعض المباراة ينقصنا الهدف يمكن الناس اتعودت على رقم 3-0 ولكن متغيرات كثيرة جدا في قرط القدم مش كل أكيد مباراة تقدر تكسبها 3-0 بس بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا شرفتنا شكرا يا كابتن ياني كل توفيه طبعا للأهل إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا نروح لفاصل سريع ونرجع مع ديوفنا الكبار الكابتن فاتح مسير والكابتن عمري الحديد اشتركوا في القناة